أعلن قطاع الكهرباء أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع درجة الاستعداد القصوى بما يضمن استقرار التغذية الكهربائية حرصا على انتظام وحسن سير العملية الانتخابية يأتي ذلك في إطار التوجيهات بشأن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين التغذية الكهربائية لجميع لجان الاقتراع للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في مختلف أنحاء الجمهورية خلال الفترة من العاشر إلى الثاني عشر من ديسمبر الجاري حيث أوضح القطاع أنه سيتم وقف جميع أعمال الصيانة أثناء فترة الانتخابات فضلا عن وجود فرق طوارئ مجهزة بأحدث السيارات والأجهزة في جميع التخصصات وذلك على مدار اليوم للتدخل الفوري في حالة حدوث أية أعطال بالشبكة